احصل مفاجأة مبارح وربنا سطر مبارح نادي الطيران عمل معنا مباراة قوية جدا جدا والمباراة كانت في المولين العرب طبعا بالجبل الأخضر والمباراة شهدت تفوق نادي الطيران على فترات طويلة من المباراة ولكن خبرات وكفاءات لعبات النادي الأهلي حاسموا المباراة في الآخر 75-74 كان يبقى مطب يعني مش محسوب خالص يعني انت رايح المباراة على سنة ان شاء الله كسبها المطبات دي بتحصل بتلاقي نفسك الترتيب اختلافي ممكن احنا خسرنا مباراة وحيدة من سبورتينج على ملعبنا كالدني هتبقى صعبة لان خلاص احنا متساويين كلنا هتخسر مطش ملوش لازمة ممكن تلاقي نفسك بعيد تالت تصطدم مع سبورتينج في المباراة قبل النهاية فطبعا يعني الحمد لله ان احنا عدينا اكيد الجهاز الفني يعني هيشوف الوضع ايه اتصور ان المشكلة احنا حطينا 4 و75 نقط وده معدل تهديف الطبيعي بتاعنا ولكن اتحط فينا 4 و75 نقطة وده الرقم اللي مش طبيعي مفروض حط 60 و55 ففيه 15 20 منتجوم ازاي لازم هيكون فيه دراسة ويبقى فيه كلام بس مبروك طبعا للفريق يمكن عندنا اصابات واحدة واحدة بيرجعوا وبيحاول يعدوهم فده طبعا ده اكيد سبب من الاسباب الضعف يمكن ناحية الدفاعية بس انا متفرج على تمنون الحقيقة بيتمرونه بقوة جدا وان شاء الله اللي جاي افضل لفريق كرة السلة ان خلاص شلسي فاز على نادي الهلال هارد لك طبعا نادي الهلال كده المواجهة يوم السبت ان شاء الله يكون مع نادي الهلال من ادعو جمهور نادي الاهلي ان يدخل دلوقتي على الموقع الالكتروني الخاص بالبطولة هيلاقي التذاكر تفتحت يلا شد حلكوا يا جماعة ان شاء الله تلاقوا اماكن جيدة وكثيرة طبعا لانه هيبقى اموتش هيبقى تاتل عصر بتوقيت مصر وزي ما حضراتكم عارفين طبعا اكيد هيبقى قدام نادي كبير زي نادي الهلال اكيد دبعا الجماهير السعودية هتخش برضو تحجز جماهير الهلال حتى المباراة بين اشقاء يعني من الطراز الفريد يعني يمكن السعودية ومصر في الرياضة يمكن كل طول عمرنا اشقاء واخوة فان شاء الله تلاقوا مباراة جيدة انا تمنى اكيد الفوز لنادي الاهلي بازن الله طيب هنروح لكرة طائرة رجال يمكن ان قابلتهم امبرح في النادي الاهلي كانوا لسه راجعين من المباراتهم مع بيتروجيت قابلت احمد صلاح وقضب وكان بين عليهم علامات المباراة والاجهات شوية كانوا بلعبوا بيتروجيت وكانوا بلعبوا في صالة مصر البترول وفوزنا الحمد لله ده اول مباراة في الدور التاني الدور قبل النهائي يعني قبل الادوار الاقصائية معنات بيتروجيت فوزنا 3 وقت 3 صفر ونتيجة الاشواط هقولها لحضراتكم 25-16 شوت الاول شوت تاني 25-29 كان طاف جيم الجيم التالت 25-20 برضو كان طاف جيم يعني المباراة كانت قوية عشان كده احمد صلاح كان عرقان مباراة في قابلته كان لسه راجع من المباراة عرقان هو قضب والحقيقة يعني الحمد لله مبروك عندنا مين عندنا طلاق الجيش عندنا بعد كده هنلاقب اسكندليا البترول رايح جاي ادي ام مباراة فضل خمسة ان شاء الله العلامة الكاميرا 3-0 زي ما عودونا اه اه هلأ 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 مباراة جاي يعني ست مباريات لعبنا مباراة فضل خمسة خلصنا اتنين انا عسف خلصنا اتنين فضل اربعة المباراة اللي جاية طبعا هتبقى تدريجية اقوى وبعد كده ان شاء الله متوقع ان هناخد اول الدوري هنعب التامن بيستوف ثري وبعد كده نطلع بعد كده قبل نهائي بيستوف فايف وبعد كده النهائي بيستوف فايف اه هكون معركة يعني دلوقتي لما تلاعب فرقة في النهائي عشان تقول انا كسبتها لازم تكسبها تلاتة من خمسة